موسيقى انقشع غبار المعارك في ريف ادلب الجنوبي واعلنت قوات النظام السوري سيطرتها على خان شيخون المعقل الرئيسي لفصائل المعارضة المسلحة بعدما احكمت الاولى سيطرتها على محيطه لضمان عدم التعرض لهجمات مضادة من فصائل المعارضة التي انسحبت من المنطقة ليبدأ واقع جديد على الارض المرصد السوري لحقوق الانسان اوضح بان قوات النظام استولت على تل ترعي شرقي خان شيخون واستمرت في التقدم غربا حتى التقت قوات اخرى للنظام قادمة من الجهة المقابلة وهو ما يعني ان مدنا وقرى تابعة للمعارضة في محافظة حما مثل كفرزيتا وبلدة اللطامنة باتت تحت الحصار بما فيها نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك سيطرة قوات النظام على خان شيخون جاءت بعد حملة عسكرية مدعومة بالطيران الروسي والميليشيات المدعومة من ايران على ادلب والاجزاء الشمالية من محافظة حما منذ ثلاثين من نيسان الماضي وخلفت الحملة نحو الفي قتيل هجمات كان الخاسر الاكبر فيها سكان ادلب وشمالي حما اذ اجبرت المعارك نحو نصف مليون شخص على النزوح الى مناطق اكثر امنا في اقصى الشمال السوري وتؤكد قوات الاسد انها في الطريق الى اكبر نقاط المراقبة التركية في مورك بريف حما الشمالي النقطة التي اكدت انقرة انها لن تنقل رغم الضربة الجوية التي تعرض لها الرتل العسكري التركي بريف ادلب الجنوبي واجبرته على التوقف قرب الطريق الدولي شمالي خانشيخون متحدث الرئاسة التركية ابراهيم كالين من جانبه اكد ان بلاده لن تغلق او تنقل موقع نقطة المراقبة التاسعة التركية في مورك الى مكان اخر واشار الى ان النقاط ستواصل مهمها من مكان وجودها انقرة جددت دعوتها الاطراف المشاركة في اتفاق استانا للالتزام به واستكمال انشاء منطقة خض التصعيد في ادلب بعد انشاء 12 نقطة مراقبة تركية لكن الاتفاق كما يرى مراقبون سوريون بات على المحك لسيما بعد التطورات العسكرية الاخيرة جنوبي ادلب التي قد تنذر بازمة انسانية لا مفر منها ترجمة نانسي قنقر